سلم وزير البترول طارق الملة شركة بينيسولا العالمية رخصة مزاولة نشاط تموين السفن بالوقود في الموانئ المصرية بالبحر المتوسط وأكد وزير البترول أن شركة بينيسولا لا تعد أحد أكبر الشركات العاملة في مجال خدمات السفن وأنها حصلت على الرخصة الثانية التي تمنحها مصر للشركات العالمية في إطار التوجه لتحويل مصر إلى مركز رائد في مجال تموين السفن بالوقود وتعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحاوي من جهته أكد رئيس الشركة أن مصر تعد مركزا إقليميا استراتيجيا في المنطقة وامتدادا طبيعيا لأنشطة الشركة في الدول الأوروبية